اهلا بكم جميعا في اليوم الرابع من ورشة عمل تطبيق المحاسبة على برنامج قيود واللي تكلمنا فيها على عدة اقسام في البرنامج وتعرفنا على طرق اضافة المنتجات والتكاليف واضافة الاصول الثابتة وتعرفنا على قسم المحاسبة وطريقة اضافة حسابات في شجرة الحسابات وعمل القيود او القيود السهلة لتسهيل عمل القيود لمن لم يكن لديه خلفية عن القيود والدائن والمدين وما الى ذلك رح نستكمل اليوم مع المبيعات والمشتريات كوني صاحب منشأة قمت باعداد منشأتي قمت بالتعديل على شجرة الحسابات عندي قمت باضافة المنتجات اللي عندي الان انا بابدأ مشروعي بابدأ بعملية البيع والشراء حتى تنعكس عندي على التقارير المالية ونشوف عندنا هل هذه المنشأة رابحة او خسرانة رح نبدأ مع بعض مع قسم المشتريات طبعا في قسم المشتريات من خلالها يكون عندنا امكانية لإضافة الموردين او عمل اوامر الشراء مع امكانية تحويل امر الشراء الى فاتورة مشتريات او عمل فاتورة مشتريات بشكل مباشر دون الحاجة الى عمل اوامر شراء بالاضافة الى سندات الموردين اللي هي سندات الصر نبدأ في البداية مع الموردين واللاحظ عندنا هنا بمجرد ما فتحنا على الموردين ظهرت عندنا صفحة الموردين وموضح لنا فيها اسم المنشأة التابع لها المورد اسم الجهة او المورد البريد الالكتروني الرصيد والمتأخر والحالة والخيارات اللي موجودة عندنا هنا مثل استعراض او التعديل او لالغاء التنشيط او حذف هذا المورد طبعا مع امكانية البحث عن اسم المورد من خلال اسم المنشأة اللي هو تابع لها او من خلال اسم المورد نفسه او من خلال البريد الالكتروني له او رقم الاتصال او حالته سواء كان نشط او غير نشط او من خلال الحقول الاضافية اللي تعرفنا عليها في اول يوم فعندنا هنا لاضافة مورد جديد راح نقوم بالضغط على اضافة مورد بعد كذا المطلوب الاساسي هو اسم المورد فقط طبعا عندنا امكانية لاضافة اسم المورد اثناء عمل فاتورة المشتريات ولكن احنا لو حطيناها هنا يعني اضفنا الموردين سابقا خلاص بيكون عندي فقط وقت شراء الفاتورة اختيار اسم المورد فعندنا هنا في اسم المورد راح نضيف مثلا الصندوق الاسود نضيف رقم الاتصال ممكن البريد الالكتروني تبع الصندوق الاسود او ممكن يكون تبع شخص او انا اكتفي باسم المورد رقم الاتصال مثلا والرقم الضريبي ممكن نقوم باضافة عنوان الفوترة اسم الشارع المدينة الرمز البريدي والمنطقة والدولة عندنا هنا المعلومات الاضافية الصندوق الاسود مثلا يكون عندي بالاجل وهو مورد محلي بعد كذا راح نقوم بحفظ هذا المورد وزي ما اللاحظتم اضافة الصندوق الاسود كجهة طبعا احنا ممكن نتعامل مع المنشأة كاملة يعني انا اسمي اسم الجهة او اسم المورد هو المنشأة او ممكن يكون اسم شخص تابع للمنشأة يعني انا في هذه المنشأة اتعامل مع الشخص هذا انا ممكن لا اتعامل مع اكثر من شخص بهذه المنشأة فخلاص انا المورد عندي هو هذه المنشأة فاللاحظ عندنا مثلا هنا في اسم الجهة حطينا ابراهيم بدين متريبان عندنا هنا محمد عبدالعزيز هو تابع للصندوق الاسود ممكن يكون مثلا طلع او سرنا نتعامل مع احد ثاني فسرنا ضيفين الصندوق الاسود كاسم جهة فاللاحظ عندنا هنا ممكن نضيفك اسم شخص تابع لمنشأة او اسم شخص مستقل او اسم المنشأة يكون هو المورد طيب اللاحظ هنا البيانات اللي نسجلها هي اللي تظهر والبيانات اللي ما نسجلها ما تظهر عندنا الرصيد يوضح لنا الرصيد اللي لهذا المورد او عليه يعني مثلا احنا ندفع مبلغ اكثر من الفاتورة اللي اشتريناها يعني انا مثلا عندي فاتورة مع شركة العلي لتصدير واستيراد الفواكه بخمسمية ريال وانا دفعت الف ريال خصصت هذه الخمسمية للفاتورة هذه وخمسمية باقية عند المورد انا ما بغير تجعلي اياها متى ما ابغى اشتري فواكه من عندهم يعني نقوم بخصم باقي المبلغ من المبلغ اللي انا او السند اللي دفعته للمورد سابقا فاللاحظ عندنا هنا نقوم باستعراض شركة العلي لتصدير واستيراد الفواكه عندنا هنا العميل النقدي وهو مورد محلي اللاحظ عندنا هنا الرصيد الختامي 152 ريال اجمال المستحق يعني المستحق للمورد هو 152 ريال وهي متأخرة احنا لو نتذكر في اول يوم في لوحة المتابعة قلنا الفواتير المستحقة هي اللي خلال فترة الاستحقاق اما المتأخرة هي اللي جاوزت تاريخ الاستحقاق يعني ممكن يكون هذه تنتهي في شهر ثلاثة او شهر اربعة واحنا الحين وصلنا لشهر خمسة وانا لسه ما دفعته لهذا المورد فيقول لي هنا عندي عدد الفواتير اثنين وهذا مجموع مبالغ كل الفواتير طيب انا بغير اعرف ايش الفاتورة اللي ما دفعتها نلاحظ عندنا هنا في الفواتير وموضح لي انه عندنا فاتورتين الفاتورة الاولى كانت في شهر واحد 23 واحد بقيمة 189 ودفعت في الكامل اما الفاتورة الثانية في شهر اثنين القيمة 887 وهي مدفوعة جزئيا لو استعرضها نشوف عندنا هنا هذه التفاصيل الفاتورة عندنا هنا الاجمال قبل الضريبة والمجموع بعدين انا دفعتها بواسطة سنة صرف 200 ريال بعدين صار عندي اشعار مدين رجعتها في الخصم 34 ريال بعد كذا انا دفعت 500 ريال وباقي 152 ريال لهذا المورد انا لسه ما دفعته فزي ما اللاحظ عندنا هنا لما اجي استعرض المورد رح تظهر لي التفاصيل سواء للمورد او علي اللاحظ عندنا هنا في الشتاء والصف عندنا 2875 لهذا المورد انا لسه ما دفعتها فعندنا هنا ثلاث فواتير عندي فاتورة موافقة عليها بالاجل يعني انا لسه ما دفعتها تاريخ الاصدار في شهر واحد طب خلينا نشوف تاريخ الاستحقاق اه تاريخ الانتهاء عندنا ايضا في ثلاثة واحد يعني المفروض انا دفعتها لهذا المورد اذا عندنا هنا فواتير متأخرة انا ما دفعتها للموردين طيب هذا بالنسبة لي اضافة المورد واستعراض المورد عندنا هنا زي ما قلنا الفواتير عندنا كمان الاشعارات والمرتجعات انا اذا استرجعت فاتورة عندنا هنا فاتورة رجعتها كانت بقيمة 35 ومستعملة وعندنا فاتورة ثانية رجعتها ب34 ريال ونصف كمان مستعملة واخر شي عندنا هنا السندات راح يوضح لي سندات الصرف اللي دفعتها لهذا المورد نستكبل مع بعض في الموردين احنا ممكن نقوم برفع قائمة للموردين يعني انا الحين بابدأ مشروع انا اريدي مشروع واتعامل مع موردين من قبل لكن انا الحين اشتركت في البرنامج وابغى ارفعهم عندي مرة واحدة راح نروح الى رفع قائمة الموردين هي نفسها الاستيراد اللي كانت تمر علينا في الايام الماضية فنمر بثلاث خطوات نحمل بصيغة الاكسل نعبل بيانات في الملف وبعدين نرفع الملف نفتح على ملف الاكسل طبعا المطلوب الاساسي الوحيد هو اسم المورد فاحنا ممكن نقول هنا نجيب اسماء موردين مثلا عندنا مهدي خالد عندنا ابراهيم يوسف خلينا نقول مثلا مها عبدالله عندنا هذولين موردين انا ما بغى اضيف اي بيانات اخرى فقط مثلا اسماء الموردين نقوم بحفظ هذا الملف ونرجع هنا نختار الملف عندنا البندور امبارد بعدين نسوي لها استيراد راح يوصلني ايميل انه تم الرفع او اذا كان فيه مشكلة راح يعلمني ايش المشكلة اللي موجودة نلاحظ عندنا هنا تم تسجيل او ادخال الموردين نلاحظ عندنا هنا خطأ فاحنا ممكن نروح ونسوي تعديل لهذا الاسم بعدها نسوي حفظ احنا ممكن بعدين نضيف البيانات يعني انا ممكن بس اضيف الاسم بعد كذا اضيف البيانات احنا ممكن كمان نوقف التنشيط نخليه غير نشط مثلا نسوي له تعطيل الى بعد فترة مثلا انا اتعامل معه واسوي له تنشيط مرة اخرى طيب واذا انا حبيت اعرف اسماء الموردين كلهم او وارفاحهم عندي على جهاز الكمبيوتر ونقوم بتصدير قائمة الموردين فراح يتم تحميل اسماء الموردين بجميع تفاصيلهم على ملف اكسل على جهاز الكمبيوتر عندنا اسم الجهة اسم المنشأة الموقع الالكتروني رقم الاتصال البريد الالكتروني حالة المورد والرقم الضريبي واذا كان مورد نقاط بيع وعندي عنوان الفوترة وعنوان الشحن هذا بالنسبة للموردين وطريقة اضافة الموردين رح ننتقل الان الى اوامر الشراء ونقوم باضافة امر شراء جديد او انشاء امر شراء نلاحظ المرجع عندنا هنا بشكل تلقائي الوصف احنا ممكن نسجل وصف او نتركه فاضي طبعا نلاحظ عندنا هنا من خيارات الاساسية المطلوبة تسجيلها رح يكون جنبها علامة النجمة عندنا هنا ما فيه المورد رح نختار من الموردين اللي موجودين عندنا خلينا نقول الصندوق الاسود المورد الجديد اللي سجلنا بياناته عندنا هنا شروط الدفع هذه اللي اضافناها في الاعدادات في اليوم الاول مثلا انا باخذ شيء وراح يكون تاريخ الدفع بعد عشرين يوم اللاحظ مجرد ما حطيت بعد عشرين يوم تاريخ الانتهاء صار في ثلاثين خمسة بدل من عشر خمسة يعني على طول حسب العشرين يوم لو اغيرها مثلا بعد خمسة عشر يوم صارت في خمسة وعشرين خمسة فعندي هنا تاريخ الانتهاء يتغير بشكل تلقائي من شروط الدفع بعد كذا رح نختار الموقع اللي ابغى سوي فيه امر شراء واضيف الكمية عليه خلينا نقول في جدة للأثاث راح نضيف بعض المنتجات اللي اضفناها سابقا او خلينا نغير هنا من اسم المورد عندنا رح ناخذ مورد ثاني عشان رح ناخذ من عنده اثاث كان عندنا هنا الكنب المتصل بشكل لو نلاحظ هذا هو سعره الاجمالي قبل الضريبة 4500 بعدين حسب لقيمة الضريبة والاجمالي بعد الضريبة طيب مثلا المورد هذا عنده خصم فاحنا نضيف هذا الخصم نجي هنا نشوف الخصم هل كان بالريال ولا بنسبة مثلا كان عندهم خصم بنسبة 10% على هذا الكنب فنحط هنا 10% نلاحظ انه تم الخصم طيب لو كان السعر شامل للضريبة رح نضغط على شامل للضريبة وراح يكون عندي هنا السعر مع الخصم شامل الضريبة 4050 ريال بعد كذا رح نسوي حفظ وموافقة لاحظ فتح عندي اوامر الشراء واللاحظ عندنا هنا مفروشات المطلق تاريخ اصدار الامر الشراء والانتهاء والقيمة الاجمالية وطبعا موافق عليها عندنا هنا الاستعراض والطباعة لتحميل امر الشراء او اذا كان في خطأ نسخه مرة اخرى عندنا هنا ارسال للمورد والتحويل للفاتورة او الغاء او حذفه فاحنا ممكن نجي ونرسله للمورد عشان نقول احنا عندنا امر شراء بهذه القيمة طبعا احنا عندنا ما في بريد الكتروني لهذه الجهة فعشان كذا ما رح يوصل اي ايميل لو في ايميل رح يوصل للمورد على طول وبعد كذا المورد ممكن يعطينا الموافقة او لا لو وافق هذا المورد عشان سويه رح نروح ونحول هذه امر الشراء الى فاتورة بشكل مباشر رح نضغط على تحويل الفاتورة طبعا نلاحظ كل البيانات موجودة المورد تاريخ الاصدار والاستحقاق رح يصير في 25.5 اللي هو بعد 15 يوم بناء على شروط الدفع تاريخ التوريد الموقع عندنا هنا الموقع لازم نتأكد مرة ثانية من الموقع واحنا عندنا هنا جدة للأثاث طيب انا بما انه قدم لي عرض كويس مثلا انا ممكن ازيد الكمية واخليهم مثلا ثلاثة اطقل تكون عندنا يكون القيم 12150 ريال طيب انا ممكن على طول احط حفاظ وموافقة ممكن ندفع جزء طبعا كمفرشات المطلق رح يقولون ادفعوا جزء من هذه الفاتورة ايضا عندنا هنا ممكن يكون تاريخ التوريد بعد اسبوع فعندنا هنا تاريخ التوريد بدلا ما يكون في عشرة سبعة عشرة خمسة رح يكون في 17 خمسة او مثلا يوم الخميس اللي هو 18 خمسة اللي هو بعد سبعة ايام او ثمانية ايام فعندنا هنا اسبوع مر فنيجي نشوف عندنا هنا في السندات لازم ندفع جزء من هذه الفاتورة هنا الحساب اللي انا رح ادفع من خلاله مثلا رح يتم الدفع من خلال العهد النقدية للموظف ابراهيم احنا عطينا عهده للموظفين قسم المشتريات وهو اللي يتكفل بموضوع الشراء عشان ينخصم من الحساب حقه نجي نشوف التاريخ التاريخ رح يكون تاريخ اليوم القيمة الاجمالية 12150 انا رح ادفع مثلا اربعة الاف ومية وخمسين الرصيد المتبقي ثمانية الاف اريال بعد كذا احنا ممكن نرفق صورة الفاتورة هنا كمان ممكن نغير في الشروط والاحكام عندنا ايضا في المعلومات الاضافية احنا ممكن نربطها على مشروع فممكن انا اربطها على المشروع لفلة او بشروع التأثير عندي فلة رقم 106 الحي النرجس او مشروع التأثير هذا او ممكن ما تربط على اي مشروع اذا هي خاصة بمشروع معين او انا اشتريتها عشان مشروع معين رح اربطها بهذا المشروع او اني اضيف احد البيانات اللي موجودة عندنا هنا في الحقول الاضافية او اكتفي بذلك واقوم بحفظ والموافقة اللاحب عندنا هنا مفروشات المطلق تاريخ الاصدار 10-5 تاريخ الاستحقاق 25-5 القيمة الاجمالية 12-150 الرصيد المتبقي هو 8000 ريال واضح لي انه الفاتورة حالتها دفعت جزئيا طبعا الفاتورة المدفوعة مدفوعة بالكامل المدفوعة جزئيا لما ادفع جزء والموافقة لها هي الفواتير الاجلة يعني خلاص انا اضافت عندي الكمية لكن لسه ما دفعت ولا شيء لهذا المورد هذا بالنسبة لأوامر الشراء طيب لو بسوي فاتورة جديدة راح نروح لفواتير المشتريات بعد كذا انشاء فاتورة وطبعا علامة الزائد هنا للاختصار خلينا نروح للصندوق الاسود تاريخ الاصدار بيكون اليوم وشورط الدفع راح يكون بنفس اليوم فاخليها كلها على نفس اليوم نختار موقع يكون مثلا في المركز الرئيسي بعد كذا بنقول عندنا هنا فرن كهربائي وحدة واحدة طبعا هي قيمتها 2500 ريال غير شاملة للضريبة لو فيها خصم مثلا بيقدم لي خصم بالريال مثلا راح يخصم لي 500 ريال بحيث يكون قيمتها 2000 ريال نلاحظ انها صارت 2000 قبل الضريبة والقيمة بعد الضريبة 2000 لو بادفع الفاتورة بالكامل راح نروح للسندات ونختار للحساب اللي راح ندفع من خلاله مثلا راح يتم الدفع من خلال بنك البلاد بتاريخ اليوم كامل المبلغ نروح للمعلومات الإضافية ونروح نربطها بمشروع عندنا هنا مشروع تأفيف بعد كذا نسوي حفظ وموافقة بكذا صار عندنا فاتورة جديدة للصندوق الأسود بقيمة 2300 وطبعا هذه الفاتورة صارت مرتبطة بالمشروع طيب الحين أنا أبغى أسترجع بعض الفواتير أنا خلاص صويت عندي فواتير صارت عندي كمية لو نروح للمنتجات والتكاليف عشان نشوف الكمية للمواد هذه اللي اشتريناها عندنا الفرن نستعرض عندنا الفرن المركز الرئيسي واحدة واحدة ب2000 ريال طبعا زي ما نلاحظ هذه موجودة في المركز الرئيسي ولو استعرضناها راح يوضح لي اللي تم شراءها اليوم 10-5 نفس الشيء بالنسبة للكنف عندنا هنا الكنب المتصل لو نستعرض مع بعض نلاحظ عندنا ثلاث أطقم في جدة الأثاث عندنا ثلاث أطقم بمتوسط تكلفة 3521 أول شيء تم عندنا أمر شراء بقطعة واحدة أو تقوم واحد بعدين سهلت فاتورة مشتريات بثلاث كمية طيب أنا اكتشفت أني أنا ما أحتاج ثلاثة فقط اثنين فأبغى أسترجع أحد الأطقم الكنب نشوف عندنا هنا لازم نعرف اسم المورد ونعرف الرقم المرجعي للفاتورة عندنا هنا الفاتورة رقم 147 راح نروح للأعلى إلى الإشعارات المدينة بعد كذا راح نروح إلى إنشاء إشعار مدين المورد طبعا عندنا يجينا هنا آخر مورد تم التعامل معه فأنا آخر شيء اشتريت من صندوق الأسود لكن أنا لما برجع برجع من مفرشات المطلق طيب لما نروح للمفرشات المطلق راح يكون عندي هنا مجموعة من الفواتير عشان كذا لازم أعرف رقم الفاتورة رقم الفاتورة كان 147 إلا تم تحديد كل التفاصيل الموقع جدا للأثاث كان بمتصل حرب أل أنا قلت أحتاج اثنين ما أحتاج ثلاثة فبأحذف واحد بأرجع واحد كم الكمية اللي نحطها هنا هي الكمية المسترجعة اللي هو واحد طبعا قيمتها 4500 حقيقية لكن بما أنه كان في خصم أكيد راح ترجع بنفس القيمة فراح يكون الإجمالي 4050 ريال نروح نضغط على حفظ وموافقة راح يكون عندنا هنا الإشعارات المدينة اللاحظ غير مستعمل يعني أنا عندي إشعار رجعته لكن ما ربطته بأي فاتورة فهو غير مستعمل يعني كنه عندي 4050 ريال هذه أنا أطلبها من مفروشات المضلي طيب أنا بدل ما أني أخليهم يدفعون لهذا المبلغ وهم أساساً يطالبوني بـ 8000 ريال راح نخصم هال 4050 من الثمانية لف اللي هم يطالبوني فيها لش نسوي نروح إلى تخصيص الإشعار المدينة نضغط عليهم ونقوم باختيار الفاتورة طبعاً الفاتورة اللي أنا رجعتها كانت 147 فبخصم منها المبلغ المراد إضافته راح أضيف كامل المبلغ اللي هو 4050 ريال بعدها راح نسوي حفظ طبعاً هنا صار عندي حالة مستعمل أرجع لي فواتير المشتريات واللاحظ أنه صار مرتبط بإشعار مدين والضحية اللاحظ المتبقي 3950 وين راح باقي المبلغ أنا دفعته من خلال إشعار مدين اللي هو 4050 ريال هذا بالنسبة لي الاسترجاع لما يكون عندي فاتورة مثلاً مدفوعة جزئياً طيب أنا عندي فاتورة مدفوعة مثلاً هذا هو حقيقة الصندوق الأسود اللي هو الفرن أنا ما أبغى مثلاً أو أنه المشروع هذا أحد يعني لقيت فرن في مكان ثاني فخلاص أرخص فأنا بسترجع نجي نفس الطريقة نعرف اسم المورد والمرجع رقم المرجع نروح للإشعارات المدينة بعد كذا إنشاء إشعار مدين راح نحط هنا اسم المورد اللي هو الصندوق الأسود ما عندنا إلا فاتورة واحدة في المركز الرئيسي بعد كذا عندنا هنا كامل المبلغ نشوف المعلومات الإضافية أريد ربطها معي مع المشروع التأثير نسوي حفظ وموافقة نفس الشيء هنا غير مستعمل طيب أنا بقول بخصص الإشعار الدائن نفس الفكرة نسوي تخصيص إشعار دائن نلاحظ ما راح يظهر عندي أي فاتورة ليش؟ لأنه الفاتورة أساساً مدفوعة بالكامل أنا دفعتها للمورد كيف أبغى يخصم لي منها؟ أنا أبغى الفلوس هذه ترجع لي فنضغط على إرجاع أموال اللي هو هنا يكون مثل الفلوس عندنا هنا إرجاع أموال بعد كذا راح نختار الحساب اللي رجع لي بغير رجع لي مثلاً على نفس الحساب اللي دفعت منه بتاريخ اليوم كامل المبلغ بعدها نسوي حفظ وبكذا راح يتم استرجاع الفاتورة والمنتجات نرجع لي فواتير المشريات نلاحظ أنها كمان هذه صارت مرتبطة بإشعار مدين نرجع لي تفاصيل المنتج نحدث مع بعض ونشوف جداً للأثاث صار عندنا فقط طقمين لو استعرضنا راح يقول لي في فاتورة مشريات بثلاث وحدات بعد كذا إشعار مدين احنا رجعنا وحدة واحدة نفس الشيء بالنسبة للمنتج الآخر اللي هو الفرن نفس الفكرة راح يكون موجود عندي أنه تم استرجاعه نلاحظ عندنا هنا الفرن الكهربائي المركز الرئيسي صار صفر طيب هذا بالنسبة للمشتريات عندي لما أقوم بشراء فاتورة مشتريات أو أقوم بعمل أمر شراء أو بإضافة الموردين باقي عندنا سندات الموردين لما يكون عندي فاتورة مدفوعة جزئياً أو موافقة عليها وأبغى أدفعها مثلاً الحين أبغى أدفع الفواتير المتأخرة علي عندنا هنا في مفروشات المطلق في فاتورة متأخرة اللي هي هذه قيمة 322 وكمان عندنا هنا قيمة 3950 طبعاً إحنا لو بنبحث عن مفروشات المطلق عشان نشوف عندنا الفواتير اللي يطالبوني فيها فإحنا نلاحظ أن كلها مدفوعة بس عندنا هذه الفاتورتين طيب أنا بقوم بعمل سنة صرف عشان يروح لهذه الموردين نروح لي سندات الموردين ممكن نختصرها بعلامة الزائد ممكن كمان من أعلى الصفحة إنشاء سند مورد أو أروح لصفحة سندات الموردين ونروح إلى إنشاء سند مورد طبعاً النوع رح يكون سند صرف نختار الجهة اللي هي مفروشات المطلق وضح لي أول ما حطينا مفروشات المطلق أنه عندي فاتورتين باقي لم تحصل واحدة منها بقيمة 322 ريال والثانية بقيمة 3950 طبعاً هذه الأقدم بختار الحساب اللي أدفع من خلاله مثلاً أنا بدفعها من خلال بنك الراجحي راح نقوم باختيار التاريخ اللي هو اليوم والمبلغ مثلاً أنا بأدفع خليني أقول ألف ريال إذا ادفعت ألف ريال وصويت حفظ مباشرة ما رح ينخصم من أي فاتورة طيب أنا أبقى أخصمها من الفواتير مثلاً لو بخصمها من الفاتورة الجديدة هذه رح نجي هنا ونحط الألف ريال بالشكل هذا ونسوي حفظ صار عندنا مستعمل نرجع الفواتير المشتريات نلاحظ أنه هنا باقي 1950 والفاتورة هذه باقي مثل ما هي طيب بأنشأ سند مورد ثاني نفس الشيء راح يكون لمفروشات المطلق وضح لي هنا الفواتير اللي باقي لم تحصل راح أدفع من خلال عندنا هنا بنك الجزيرة راح يكون بتاريخ اليوم المبلغ مثلاً ألف ريال ثانية أو خليني أقول مثلاً ثمانمائة ريال طيب راح نحط تخصيص السنة التلقائية حسب أقدمية الفواتير يعني أنت روح أقدم فاتورة وإدفع وإذا باقي فلوس روح للفاتورة الثانية نسوي حفظ طيب كذا تم حفظ الفاتورة نلاحظ أنها كمان صارت مستعملة نرجع للفواتير فواتير المشتريات نلاحظ عندنا هنا بالنسبة لمفروشات المطلق صارت مدفوعة بالكامل اللي هي 922 والباقي دفعوا في هذه الفاتورة طبعاً إحنا في سندات الموردين نقدر نعرف وين راحت الفلوس هذه أو تخصصت على أي فاتورة واضح هنا هم مخصص للـ 144 بـ 322 ولفاتورة رقم 147 478 ريال باقي الفاتورة طيب لو أنا بأسوي طريقة ثانية اللي هي راح أضيف سنة راح نحط عليه مفروشات المطلق وراح نحط الحساب التاريخ والمبلغ مثلاً أنا بحط كامل المبلغ اللي هو 2472 ريال ما راح أخصصه على أي فاتورة راح أتركها كذا راح نسوي حفظ نلاحظ عندنا هنا غير مستعمل يعني أنا عندي سنة صرف دفعته لهذا الجهة لكنها غير مرتبطة بأي فاتورة ليش أنا ما ربطتها بأي فاتورة إلى ما يجي تاريخ الاستحقاق أو أقل شيء إلى ما يجي تاريخ الاستلام اللي هو التوريد لما يوردون للبضاعة أنا بروح أدفع باقي المبلغ خلينا نقول أنه إحنا سننا في 17 أو 18 خمسة ووردوا للبضاعة وشفت البضاعة خلاص أنا أبقى أدفعها عندنا هنا عقونة الدفع أنا ممكن أضيف مبلغ لها أو أستخدم سنة سابق نحط استخدام سنة سابق نلاحظ أنه يقول لي عندي سند أقدر أخصص فيه مبلغ إلى 2442 يعني ما أقدر أدفع أكثر من كذا راح نضغط عليه ونسوي حفظ كذا تم دفع كامل الفاتورة هذه طرق دفع وعمل سندات الصر كذا نكون تعرفنا على قسم المشتريات بالكامل راح ننتقل إلى قسم المبيعات وبعدها نشوف التطبيقات مع الأسئلة اللي موجودة في المبيعات طبعا المبيعات نفس المشتريات مرآة عاكسة ولكن بالعكس يعني أنا هنا أتعامل مع موردين يعني أنا اللي راح أشتري هنا أنا اللي ببيع فأنا أتعامل مع عملاء عندي عروض أسعار فوتير مبيعات هنا أنا اللي أحدد الأسعار وغيره فنروح للعملاء نفس الفكرة نقدر نضيف العميل بشكل يدوي عندنا هنا ممكن إحنا نحط أي اسم عندنا مثلا للعميل عندنا العميل هيثم ما راح أضيف أي بيانات أخرى راح نسوي حفظ نشوف يحفظ معي ولا لا نعم حفظ معي فعندنا هنا العميل هيثم إحنا ممكن ندخل عليه بعض البيانات فيما بعد مثلا عندي هنا رقم الجوال البريد الإلكتروني إحنا ممكن نحط البريد لهذا العميل هو غير تابع لأي منشأة مثلا إحنا بنحط عنوان الفوترة مثلا عندنا هو في حي الربوة المدينة الرياض المنطقة الوسطى الرمز البريدي مثلا 1-2-3-2-2 رقم المبنى ونختار الدولة السعودية عنوان الشحن هو نفسه عنوان الفوترة راح نقوم بنسخ عنوان الفوترة أما إذا كان مختلف فأحنا ما راح ننسخ نروح بإدخال البيانات من جديد هذا العميل محلي وعميل نقدي ولو فيه معرفات إضافية للعميل حطيناها بعدها راح نسوي حفظ وكذا راح يتم حفظ التفاصيل لهذا العميل طيب نبقى نسوي استيرات بقائمة العملاء نروح لإستيرات قائمة العملاء نحمل بصيغة الأكسل نقوم بإدخال البيانات بما أننا في الموجدين احنا أضفنا فقط الاسم هنا راح نضيف تفاصيل أخرى عندنا هنا اسم العميل مثلا عندنا عبدالله خالد الورجنيزيشن نيم عندنا هنا مثلا متجر أمتيكا بالنسبة لرقم الجوال راح نضيف رقم جوال بدون إيميل فقط راح أكتفي بهذه البيانات راح نروح نضيف شخص ثاني عندنا هنا يوسف مثلا من شركة ABC نقول ABC Company الويبسايت احنا ممكن نحط الويبسايت لهم اللي هو ABC أو عفوا www.abc.com رقم الجوال الإيميل خلينا نقول يوسف ABC ABC بعد كذا بنترك عنوان الشحن وعنوان الفوترة ممكن نضيف الرقم الضريبي نكتفي ونسوي حفظ نرجع هنا لصبحة الاستيراد ونختار الملف عندنا الـ Customer Invert ونسوي له استيراد راح يوصلني هنا بإيميل إذا تم الاستيراد أو لا نرجع للعملاء ونشوف عندنا هنا عبد الله خالد ويوسف البريد الإلكتروني اسم المنشأة والرصيد وإذا كان متأخر أو لا طبعا هم جديدين فما في أي تفاصيل لهم وعندنا هنا لتصدير قائمة العملاء فلما نفتح على ملف الإكسل راح نكتشف أنه عندنا هنا جميع التفاصيل لجميع العملاء اللي عندنا بما فيها اسماءهم اسماء المنشآت المواقع الإلكترونية ورقم الاتصال البريد الإلكتروني الحالة الرقم الضريبي وإذا كان عميل نقاط بيع وعنوان الفوترة وعنوان الشحن طيب نروح نستعرض مع بعض اللاحظ عندنا هنا هند من زارة هوم عندي هنا 703 بالسالب بما أنه الرصيد 703 هذا عميل والرصيد بالسالب يعني هل أنا أطالب العميل ولا العميل يطالبني شاركوا معاي على الشات لمن يكون العميل بالسالب الرصيد بالسالب هل يعتبر أنا أطلب العميل ولا العميل اللي طالبني طيب العميل اللي طالبني صحيح الكل كل اللي شارك معانا كان مجاوب بشكل صحيح عندنا هنا فيه فاطمة سعيد كاتب العميل يطالب ما عرف هي ممكن مستغربة يعني ممكن إحنا نكون دفعنا أو عفوا العميل دفع لي أكثر من اللي أنا البضاعة اللي وردتها له فهو يحتاج مني أكثر أو يكون رجع بضاعة أنا ما رجعت له لفلوس فبالتالي هو اللي طالبني يعني هو يبغى مني هذا المبلغ فنلاحظ مع بعض لما نستعرض على هذا العميل عندنا طبعا اسم المنشأة الاسم رقم الاتصال البريد كل التفاصيل اللي موجودة والمعلومات عندنا هنا الرصيد الختامي 703 إجمال المستحق صفر والمتأخر صفر إذن أنا ما أطالب العميل طيب جميع الفواتير هي واحدة وقيمتها 891 ونلاحظ أنها كمان دفعت طيب أش المشكلة إذن نشوف مع بعض نستعرض هي مدفوعة بالكامل سواء دفعت بواسطة سند أو غيره إذن واضح أنه هذا العميل دفع لي سند قب وأنا ما وردت له بضع أو ممكن يكون دفع لي سند قبل ولسه ما طلب مني مرة ثانية طيب هذا بالنسبة للعملاء لما نروح نشوف تفاصيلهم نفس الشيء عندنا هنا الإشعارات والمرتجعات واضح أنه عندنا مرتجع بقيمة 100 ريال وهو مستعمل يعني تم تخصيصه على الفاتورة زي ما استعرضناها قبل شوي وعندنا هنا السندات تلاحظ عندي هنا سند قب بقيمة 100 ريال وعندنا هنا 391 كلها مدفوعة وعندنا هنا سند غير مدفوع نروح للتفاصيل لما نروح للتفاصيل يقول لي هنا المبلغ 1000 ريال المبلغ الغير مخصص احنا خصصنا على الفاتورة 296 فاتورة مبيعات رقم 90 الباقي 703 غير مخصص اذا هي دفعت لسند بأكثر من المبلغ المطلوب عليها وهي تحتاج مثلا استرجاع او تقول لي خليها عندكم لما انا اطلب مرة ثانية خصصوا ليها طيب هذا بالنسبة للعملاء انتهينا من العملاء طبعا للبحث عن العميل نفس الفكرة من خلال اسم المنشأة الاسم البريد الالكتروني رقم الاتصال الحالة والحقول الاضافية طيب عندنا هنا عروض الاسعار نفس فكرة اوامر الشراء اللاحب طبعا بالرسم البياني هنا الفوتير او عفوا العروض اللي تم ارسالها العروض اللي تم فوترتها العروض اللي موافق عليها والمسودة اللي احفظها كمسودة طبعا عندنا اللاهظ هنا كلها عندهم ايقونة الطباعة الا اذا كان عندي مسودة اذا نذكر في الاعدادات العامة احنا قلنا انه اللي حالتها مسودة ما نبقاها تنطبع فاحنا عندنا هنا ما في اي شيء حالتها مسودة خلونا نسوي مع بعض حرط سعر ونخلي حالته مسودة نختار اسم العميل من العملاء اللي موجودين عندنا او ممكن نضيف عميل جديد ونحط اسمه عندنا خالد علي ونسوي حفظ عندنا هذا عميل جديد تاريخ الاصدار اليوم شروط الدفع مثلا تكون ايضا اليوم تاريخ الانتهاء بيكون اليوم نختار الموقع خلينا نقول جدا للأثاث احنا بنبيع له الكنب هنا بمتصل عندنا هنا كميتين نلاحظ بين قوسين جاين اثنين بنبيع له واحد فقط بسعر 5500 انا ممكن اقدم له عرض انه يكون مثلا بخصم 500 ريال فراح يكون عندي 5000 قبل الضريبة و5750 شامل للضريبة هذا عرض السعر بعد كذا انا راح احسوي حفظ كمس ودام راح احفظ ووافق عليها لاحظ ما عندنا هنا ايكون للطباعة طيب انا اروح اعدل عليها طيب هنا احنا طبعا لما نعدل او شي دائما الموقع يتغير معنا فنجي نشوف هنا نحط الموقع بعد كذا راح نسوي حفظ وموافقة طيب اللاحظ عندنا هنا هذا عرض السعر موافق عليه احنا ممكن نستعرض او نطبع او نحمل ودف او ننسخ او نرسله او نحول الفاتورة او نلغي او نحذف انا ممكن اروح اسوي ارسال للعميل بعد ما ارسل العميل طبعا نفس شي احنا ما عندنا بريد الكتراني بعد ما ارسل العميل مثلا هذا العميل رفض فيتم الغاء عرض السعر احنا ممكن نلغيه بالضغط على الغاء او ممكن احذفه مباشرة بايقونة الحد سيما اللاحظ صار عندنا عرض سعر ملغي طيب انا بروح اسوي فاتورة مبيعات جديدة اروح لفواتير المبيعات ما رح اسوي عرض سعر ثاني عندنا هنا هذه فواتير المبيعات انا بسوي فاتورة جديدة نضغط على علامة الزائد او من الاعلى نختار المورد عفوا العميل عندنا هنا العميل مثلا العميل علي احمد تاريخ الاصدار اليوم نختار الموقع نفس الشيء خلينا نقول في او خلينا نقول في فرع الدماء راح نختار هنا بعض المنتجات مثلا عندنا هنا بطانية قطن عندنا ايضا العاب الشاطع عندنا اواني اطفال مثلا عندنا فرع الدمام عبارة عن محل خاص بالاطفال فعندنا هذه المنتجات مثلا عندنا هنا خلينا نقول يعني راح ياخذ وحدتين عندنا هنا بياخذ ثلاث وحدات وهذه وحدة واحدة بعد كذا راح نسوي حفظ طبعا ممكن اننا ندفع مباشرة او نتركها على حفظ وموافقة هذه الحالة ما استعرضناها وقت فواتير المشتريات لمن تكون الفاتورة آجلة لاحظ عندنا هنا صارت موافقة عليها طيب انا لمن جيت اشيك عندي هنا على الفواتير اكتشبت انه الاسم خطأ يعني انا ما ابغاها للعميل هذا ابغاها العميل ثاني طبعا لو مثلا احنا دفعناها طبعا او شي نشوف هنا التاريخ الاستحقاق يكون بنفس التاريخ فانا بدفعها نشوف اذا في استخدام سنة سابق عندي هنا يمكن تخصص مبلغ اقصى 400 يعني في 400 ريال انا فقط المبلغ اللي احتاجه 264 نسوي حفظ طيب بعد ما سددت وكل حاجة يعني دخلتها في النظام اكتشفت انه الاسم خطأ العميل مو علي احمد طبعا انا اش تسوي فاتورة ودفعت ما في ايقونة للتعديل طبعا هذه من المتطلبات الفوترة الالكترونية يعني متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجماري انه ما نستعرض الفاتورة ونشوف الدفع بواسطة اشعار دائن رقم 81 نرجع للاشعارات الدائنة ونشوف الاشعار الدائن رقم 81 عندنا هنا الاشعار الدائن رقم 81 علي احمد مستعمل جزئيا نستعرضه مع بعض طيب هنا هذا هو الاشعار اللي احنا تابعنا من خلاله وش نسوي نلغي التخصيص طبعا لو كان مدفوع بسند رح نلغي نحذف السند لكن هنا صار مدفوع من اشعار الدائن احنا اول شي رح نلغي تخصيص الاشعار الدائن يقول لي تبغين تلغينها من اي فاتورة ابغى ألغيها من الفاتورة رقم 191 اللي هي بمبلغ 264 ريال بعدها رح نسوي حفظ طيب كذا احنا الغينا هذه يعني السند اللي اندفع نرجع نشوف عندي هنا الفاتورة صارت موافقة عليها بعد كذا رح نروح ونسوي اشعار دائن اشعار دائن عادي نروح للاشعارات الدائنة نشاء اشعار دائن علي احمد نختار الفاتورة الفاتورة كانت 191 في الدمام هذه بكامل التفاصيل نسوي حفظ وموافقة طبعا عندنا هنا غير مستعمل رح نخليه مستعمل طبعا ما هي مدفوعة فالفاتورة رح نخصصها على او عفوا رح نخصصها على الفاتورة بكامل المبلغ سوي حفظ كذا صار عندنا مستعمل نرجع لفوتير المبيعات نلاحظ انها صارت مدفوعة وطبعا صارت مدفوعة بواسطة الاشعار الدائن طيب الحين انا افغل احط اسم العميل الصحيح رح نسوي نسخ اول من نسوي نسخ رح تظهر لجميع التفاصيل زي ما نلاحظ بس الكمية غير متوفرة لانه زي ما قلنا الموقع يروح فاحنا نرجع نحط الدم رجعت لنفس التفاصيل نغير اسم العميل الى العميل شهد مثلا بعد كذا رح نسوي حفظ وموافقة او ممكن ندفع هذه الفاتورة نون العميل دفع لي من خلال النقدية في الخزينة للموظف محمد عبد العزيز بتاريخ اليوم كامل المبلغ بعدها رح نسوي حفظ وموافقة كذا تم عمل او حفظ الفاتورة بالشكل الصحيح والشخص اللي دفع لي منها طيب خلونا نسوي مثلا فاتورة ثانية ولم نكون او خلي نقول انه هذه برضو انا حطيت العميل مرة ثانية غلط او تاريخ الاصدار غلط ايش نسوي الروح لسندات العملاء رح يكون عندنا هنا اخر سند قبل انا استلمته كان من هذه العميلة بقيمة 264 طبعا انا زي ما قلت لكم اكتشفت انه اسم العميل خطأ لكن باقي التفاصيل كلها صحيحة راح نحط مثلا حذ لهذا السند راح ترجع عندي حالة الفاتورة موافق عليها راح نسوي لها ارجاع زي ما سوينا بالخطوات اللي قبل نسوي لها ارجاع بعدين نسوي نسخ للفاتورة ونحط اسم العميل وضروري اني احطها على نفس الجهة او الحساب اللي تم الدفع منه لانه اساسا اللي استلمها الموظف اللي كان عند الصندوق فلازم يكون من نفس المبلغ او في نفس المبلغ عشان الصندوق هذا يكون حسابه صحيح طيب هذا بالنسبة لي فواتير المبيعات ورجاع الفواتير لما يكون عندي فاتورة ابغى استرجعها مثلا عندي هنا نكمل نبغى نسترجع هذه الفاتورة في فواتير المبيعات عندي طريقتين الطريقة الاولى من الاعلى زي ما سوينا سابقا الطريقة الثانية اني استعرض هذه الفاتورة انزل الاسفل نسوي ارجاع للفاتورة راح يجينا هنا خلاص ثابتة كل التفاصيل مثل ما هي راح نسوي حفظ وموافقة بعدها نخلي او نخصص هذا الاشعار الدائم طبعا على نفس الفاتورة وراح يكون بكامل المبلغ اللي هو طب كذا صار عندنا مستعمال والفاتورة صارت مدفوعة هنا احنا زي ما قلنا نروح نسوي لها نسخ نحط الاسم الصحيح بعدين وقت الدفع عند السندات ضروري يكون الحساب نفس الحساب اللي هو كان محمد عبدالعزيز عشان يكون الحساب صحيح ونكمل باقي التفاصيل ونسوي حفظ وموافقة وراح يتم تسجيل الفاتورة الصحيحة بالنسبة للسندات العملاء نفس الفكرة احنا ممكن نشوف العملاء اللي مثلا حالتهم مدفوعة جزئيا او موافقة عليها عشان نشوف العملاء اللي متأخرين عندنا عندنا هنا فاتورة محمد بثمينين ريال المفروض مدفوعة من سبعة ثلاثة يعني صار لها سنة نبغى ندفعها عندنا اكثر من طريقة اما اني اضغط على الدفع اللي موجود هنا اذا كان في سند سابق نستخدم سند سابق نلاحظ هنا ما عنده اي سند ممكن انا من هنا نختار الحساب اللي رح يتفعلي من خلاله مثلا نحول ها لنا من خلال بنك البلاد وبتاريخ اليوم بكامل المبلغ وبكذا تم دفع هذه الفاتورة طيب نشوف الفواتير عندنا اللي مدفوعة جزئيا ونشوف عندنا الفواتير المدفوعة جزئيا ونشوف الفواتير الاقدم عندنا هنا فاتورة بتاريخ سبعة ثنين عشرين اثنين وعشرين تاريخ الاستحقاق الرصيد المتبقي عشر ريال فقط نشوف اول شي بتدفع اذا فيه سند سابق ما فيه سند سابق احنا ممكن نسوي سند عملاء نفس الفكرة نبتح على هنا واسم العميل ما شفت اسم العميل خلينا نرجع نشوف عندنا هنا العميل محمد فاتورة رقم تسعة فنرجع نضيف عندي هنا سندات العملاء عند العميل محمد وضح لانه باقي فاتورة عشر ريال من دفعت الحساب نفس الشي رح يكون بخلال حواله بتاريخ اليوم وبكامل المبلغ اللي هو عشرة ريال ممكن نسوي تخصيص سند تلقائيا حسب الاقدمية او اني احط المبلغ هنا اللي هو عشرة ريال ونسوي حفظ وراح يتم الدفع عندنا هنا عميل الجملة مثلا راح يتفعل جزء ممكن يكون في سند سابق عندنا زي ما اللحظ في سند سابق بقيمة عشرة الاف نخصص هذا السند صار مدفوع عشرة الاف زيادة يعني باقي عليه اربطاشر الف بدلا من اربع وشرين الف طيب هذا هو بالنسبة لي سندات العملاء وفواتير المبيعات وعروض الاسعار بكذا تقريبا احنا وصلنا الى نهاية دورتنا لهذا اليوم طبعا فيه التقارير اللي تخص المبيعات والمشتريات وغيره لكن احنا راح نتكلم على التقارير بكرة باذن الله راح يكون الدورة كاملة عن الرواتب والتقارير راح نتعرف على جميع التقارير الموجودة راح ننتقل الان الى التدريبات عندي هنا هذه التدريبات الخاصة بالمبيعات والمشتريات عندنا هنا اول شيء make a board cheese order and convert it into an invoice نسوي امر شراء ونحول الى فاتورة مشتريات التطبيق الثاني create a board cheese and sales invoice and added to project or custom files يعني نضيف فاتورة مبيعات وفاتورة مشتريات ونحدد انه او نخصص ونربط بمشروع او بالفقول الاضافية ثالثا make a new condition then cancel it نسوي عرض السعر ونلغيه عندنا هنا make a deferred sales invoice عفوا عندنا هنا deferred sales invoice اللي هو فاتورة ولكن تكون موافق عليها عندنا هنا make a partly paid purchase invoice فاتورة مبيعات مدفوعة جزئيا عندنا هنا add a receivable receipts from the customer receipt section and allocate it to the invoice نسوي سند آقاب ونخصص على فاتورة add a payable receipt from the vendor receipt section without allocated to the invoice then pay it the invoice by using the old receipt يعني يعني هنا نسوي سند صرف من سندات المردين من غير ما نخصص لفاتورة محددة بعد كذا ندفع الفاتورة من خلال استخدام سند سابق عندنا هنا create a credit note to return some product to partly paid invoice and allocate it into the invoice or return the money نسوي اللي هو إشعار دائم لفاتورة مدفوعة جزئيا بعد كذا نخصص على الفاتورة أو نسوي إرجاع أموال على حسب هنا credit note for paid invoice and return the money هنا رح تكون إشعار دائم لفاتورة مدفوعة وعمل إرجاع للفواتير عندنا هنا create debit note for an unpaid invoice and allocated in the invoice عندي هنا فاتورة يعني إشعار مدين لفاتورة موافق عليها يعني غير مدفوعة ونخصص ها على الفاتورة وآخر شيء create a debit note and retain the money نسوي إشعار مدين مع إرجاع للأموال اللي حاب يبدأ بالتطبيق الآن عندنا وقت طويل واللي عنده أي سؤال في هذه الأثناء احنا راح نجاوب على هذه الأسطلة عندنا سؤال من زميلتنا منيرا لمن أسوي أمر شراء أو فاتورة شراء يضاف عندي دائرة بالمخزون نعم يضاف مباشرة بالمخزون زي ما سوينا قبل شوي لمن سوي فاتورة مشتريات راح يضاف بالمخزون أمر الشراء لا عندنا هنا فواتير المشتريات راح يعني على طول تنظاف الكمية بالمخزون سواء تم الدفع أو لا لا ما تكلمنا عن ديون المشكوك في تحصيلها طيب عندنا هنا سؤال أش الحالة التي نستخدم فيها الإشعارات الدائمة الإشعارات الدائمة تخص فواتير المبيعات الحالات لمن أبغى أسترجع فاتورة يعني طبيعي أنا لمن أبيع بضاعة ممكن هذا العميل يبغي يرجع للفاتورة يعني يبغي يرجع هذه البضاعة فهنا نحن نسوي إشعار دائم كمان عندنا لما يكون عندي خطأ في تسجيل اسم العميل أو خطأ في تاريخ السند أو في تاريخ الفاتورة متى ما كان عندي الفاتورة خطأ ما أقدر أعدل عليها نهائيا زي ما قلت بسبب يعني من متطلبات هيئة الزكاة والذريبة والجمارك فبالتالي أنا لازم أسوي إشعار دائم للعميل محمد وهذا العميل محمد رجع للفاتورة خلاص أنا ألغيتها الحين رح أسوي فاتورة من جديد بالبيانات الصحيحة هذا بعد نقدر نسوي من خلاله إشعار دائم طبعا الإشعارات الدائم ممكن نخصصها على الفاتورة لما تكون موافقة عليها لما تكون مدفوعة جزئيا بحيث أنه يخصم علي أو الجزء اللي رجعه كان بقيمة مثلا 6,000 فهو بيختصر على نفسه 6,000 بدل ما أنا أطلب منه 10,000 كاملة بعد أروح أرجع له 6,000 اللي رجعها خلاص نخصمها وإذا كانت مدفوعة هنا نرجع الأموال الله يعافيك نيرة ويكتب أجرنا جميعا بإذن الله طيب عندنا هنا سؤال ميتا رح تنزل المحاضرات المحاضرات جميعها نزلت اليوم الأول والثاني والثالث على قناة قيود على اليوتيوب أيضا في تويتر الخاص بمجتمع المحاسبة التابع لجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل فهي نزلت يعني الأيام اللي فاتت كلها نزلت إن شاء الله محاضرة اليوم رح تنزل بكرة اللي يحضر يومين ما رح يحصل على شهادة إحنا من البداية وضحنا إن الشهادة رح تكون اللي يحصل عفوا يحضر أربع أيام أو خمسة اللي هو خمسة وسبعين بالمئة من ال أيام ورشة العمل اللي يطلع ويرجع رح يحزن يحسب له حضور بكرة آخر محاضرة إنا وعليكم السلام عندنا هنا أخوي عبد العزيز يقول إنه كان عنده محاضرة تمام ما في مشكلة بما إنه بكرة إذا حضرت حكت بكرة رح تكون أربع أيام رح تاخذ شهادة تنتهي الدورة بكرة إن شاء الله ليحضر أربع محاضرات رح ياخذ الشهادة العفو حياك الله إي خلصنا اللي بيطلع يطلع ما في مشكلة طيب عندنا هنا سؤال بخصوص المخزون هل الكمية تنضاف في المخزون إذا عملنا فاتورة مشتريات فقط بدون عمل أمر شراء وهل إذا عملنا فاتورة مبيعات الكمية تنقص من المخزون إينا عم تنقص من المخزون آلياً مجرد من ضيف فاتورة مبيعات وكمان ينضاف المخزون بشكل آلي أو بشكل تلقائي مجرد من سوي فاتورة مشتريات بدون عمل أمر شراء ما في مشكلة عندنا هنا سؤال زميلنا خالد عندنا هنا سؤال نادر البرنامج يسجل المصريف ولا لا البرنامج يسجل المصريف زي ما قلت اللي هو في محاضرة قبل أمس اللي هو المنتجات والتكاليف في قسم المنتجات والتكاليف يكون في جزء أو في نوع من أنواع المنتجات اللي هو المصروف فإحنا نقدر نضيف المصروف من هناك أو نضيف المصروف من خلال القيود اليدوية الله يعافيك شكرا لحضورك طيب بالنسبة للشهادة احنا رح نرسلكم إن شاء الله بعدين اللي هو رح يوصل لكم إيميلات يعني للأشخاص اللي حضروا الأربعة أيام أو الخمس أيام رح يوصل لهم إيميلات عشان يسجلون الاسم كامل مع إيميلهم وبعدها رح توصلكم شهادات الحضور فبالنسبة للأسماء زي ما قلت تشلون همها إن شاء الله رح يتم إرسلكم اللي هو جوجل فور عشان تسجلون في أسماءكم الثلاثية نعم خلصنا اللي حبي يطلع ما فيه مشكلة طيب من الأيام يعني فهي عبارة عن ثلاث أيام ونص تقريبا فيعني أربع أيام أو خمسة هل بيكون بكرة في إتاحة فرصة لأسئلة العامة وعن محاضرات سابقة إن شاء الله إذا خلصنا بدري يعني نفس اليوم وأمس يعني عندنا متسع من الوقت يعني هي أساساً دورة وقتها من ساعة ونص إلى ساعتين مع التطبيق فإذا خلصنا بدري أكيد بيكون في وقت إذا عندك أي سؤال أخويا عبدالعزيز تقدر تسأل الآن عندنا متسع من الوقت ما في مشكلة أسم القناة في اليوتيوب قيود ممكن نحط قيود اللي هو QYOD طيب أنا يعني مرة حرصت إنه يكون حضور الحضور الدورات بنفس الإيميل عندنا هنا سارة زهراني إنه يكون أهم شيء نفس الإيميل أنت تحضرين فيه كل الأيام عشان ينحسب لك حضور لكن إذا حضرت كل يوم بإيميل مختلف إحنا ما رح نعرف أنه أنت نفس الشخص الله يعافيك عندنا هنا أمل شكرا للحضور كم أكيد يسعدني الحضور وأنه الشرح يكون واضح للجميع العفو شكرا عندنا هنا أختصار العفو طيب باقي فيه أي سؤال أو استفسار طيب اللي يسأل إذا كان انتهت المحاضرة ونقدر نطلع أي نعم ما فيه مشكلة أي أحد يطلع اليوم أساسا يعني واضح لي أنه اليوم دورة وقتها ساعة فأكيد رح يسجل الحضور على الساعة ما رح يكون مطلوب منكم تخضرون ساعتين واللقاء انتهى أساسا كيف تأكد أنه ما عندي مشكلة إيميلات إذا يعني أنت تدخلين دائما على إيميلات مختلفة يعني كل مرة تدخلين من إيميل ولا كيف أيوة اللي حاب يطلع ما فيه مشكلة يقدر يطلع الله يعافيكم شكرا لكم طيب ما يفرق أنت داخل من الجوال أو اللاب أهم شيء الإيميل هو نفسه اللي موجود في الجوال ونفسه اللي موجود في اللابتوب ولا يختلف طيب إذا حضرت أنت أربع أيام بما أنه باقي الأيام كلها في اللاب إذا حضرت أربع أيام راح ينحسب لك حضور فكملي بكرة اللي هو اليوم الرابع عشان يكون بما أنه بس اليوم اللي دخلتي من الجوال راح يكمل عشان أنت ما تدري نهوش الإيميل اللي موجود في الجوال فبكرة حاولوا أن يكون من اللابتوب عشان يكون نفس الإيميل ويكون حضرتي أربع أيام على الأقل يعني مكمونة فإن شاء الله تحصلين على الشهادة العفو أكيد أختي أثير الله يعافيك أخوي بدر أكيد العفو ويسعدني جدا أن يكون شرح واضح لكم طيب عندنا هنا عبدالعزيز يسأل بخصوص أول ما نفتح قيود إيش الإعدادات المهمة طيب أحنا ممكن نشرح مع بعض أو يعني نتطرق لها على السريع على أنه يعني إذا حضرت المحاضرة اللي نزلت على اليوتيوب تقدر يعني تحصل على إجابتك بنفسك عندنا أول ما نفتح على قيود أول شيء نروح للإعدادات العامة مهم جدا أني أكمل باقي بيانات المنشأة مثل شعار المنشأة اسمها البريد الإلكتروني رقم الهاتف العنوان إذا كنت أنا منشأة خاضعة للضريبة نحط الرقم الضريبي ونفحل الفاتورة الإلكترونية نحط تاريخ التوليد المستخدم في الإقرار الضريبي بتاريخ الإصدار إذا كانت منشأتي متعقدة مع جهات حكومية نحط عليها هذه علامة الصح هنا بيتغير تاريخ التوريد ويكون على تاريخ الاستلام وليس تاريخ الإصدار أو الاستحقاق هذه المعرفات الإضافية رح تكون خاصة بالأشخاص اللي خاضعين للمرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية إقفال الحسابات هنا ما نقصد فيها إقفال الحسابات السنوي إقفال الحسابات السنوي يتم بشكل تلقائي أما إقفال الحسابات هذه يعني مثلا أنا كصاحب منشأة ما أبغى المحاسبين مثلا يدخلون أو البائعين يدخلون فاتورة مثلا بتاريخ ماضي يعني مثلا العميل أو عفوا الموظف متعود على أنه يحط تاريخ عشرين ثنين وعشرين فأنا بأقفل في واحد وثلاثين اثناعش عشرين ثنين وعشرين عشان لما يجي مثلا الخطأ ما تدخل العملية يعني يقولون أنه تم الرف فهذه فقط يعني لعدم إدخال أي عملية قبل هذا التاريخ طيب أنا فعلا عندي تاريخ يعني فاتورة لتاريخ سابق نيجي نبسح هذه الفاتورة وندخلها من جديد وهنا تاريخ بداية السنة المالية هذه العدادات الأساسية بعدها راح تنتقل لإعدادات الطباعة عروض الأسعار أنت بتشوف عندك ترقيم عروض الأسعار إذا قابل للتعديل أو لا المعرفات طبعا هنا إحنا مسجلين QYD QTE أنت مثلا تعتمد على اسم المنشأة عندك تخليها مثلا مثلا عبد العزيز ستكون هنا مثلا مؤسسة عبد العزيز فأنت ممكن تحط عبد العزيز بعدين QTE اللي هو عرض السعر بعدين هنا الرقم التسلسلي تحط سياسات الاستبدال والاسترجاع لو بتحط رقم الأيبان أو غيره كلها هنا كلها فهذه نفس الطريقة بعدين تروح للتصميم طبعا هنا فواتير المبيعات لازم تعدل على الترقيم قبل ما تفعل الفاتورة الإلكترونية عشان ما يتم الغاها يعني لاحظ هنا ما في عندي هنا تفعيل الفاتورة عفوا الترقيم ليش لعني فعلت الفاتورة الإلكترونية فأنا لازم أسوي الترقيم قبل التفعيل وأول ما أسوي تفعيل رح تغتف من عندي بعدين نروح نسوي التصميم للفواتير عشان لما أبيع أو شي يكون الفاتورة عندي بتصميم معين تقريبا هذه أهم الإعدادات اللي عندنا الله يعفيك ذات شكرا لحضوركم في بعد أي سؤال العفو أخويا عبد العزيز أهم شي تعمل فائدة للجميع أكيد أنا موجودة الآن عشان أوضح لكم عن البرنامج لو أحد عنده أي استفسار أكيد يعني يكون فيه متسع من الوقت أني أرد عليكم شكرا لكم يعطيكم العافية كلكم تعليقاتكم واضحة عندي شكر لكم أكيد والحضوركم وحرصكم على معرفة المزيد من الموضيع المحاسبية والبرامج المحاسبية اللي تهل علينا المحاسبة تمنى أنه يعني البرنامج كان سهل للجميع طبعا بكرة بقي عندنا بس الرواتب بعدها بنشوف التقارير وكيف نطلع التقارير والتقارير اللي موجودة طيب عندنا هنا هل نقدر نطبع القيود والسندات والفواتير طبعا تقدر تطبعهم أنا وضحت لكم قبل شوي أنه نقدر نطبع عندنا هنا الفواتير وتلاحظ فواتير المبيعات جنبها آيكونة الطباعة رح تظهر عندك هنا الطباعة نفس الشيء بالنسبة للسندات تقدر تطبعها ممكن تحملها فتقدر تطبعهم يعني طيب عندنا هنا سؤال بالنسبة بالنسبة هل نسبة استخدام البرنامج مرتفع في السعودية أنا ما أعطيك نسبة واضحة لكن أخوي مصطفى البرنامج حصل على جائزة أسهل برنامج محاسبي حصل على جائزة البرنامج الأكثر نمو أو الأسرع نمو بالمدة سنتين متتالية فطبعا عندنا هنا العديد من المنشآت والشركات اللي مشاركة معنا أقدر أقولك إنها بالألاف ما أقدر أعطيك يعني رقم معين أو نسبة معينة لكن الحمد الله البرنامج سهل للجميع ففيه يعني مشتركين كثيرين يا ربي لك الحمد وإن شاء الله بكرة بس يصير عندك منشأة تكون أحد المشتركين معنا في البرنامج سعيدة جدا بتعليقك أخوي أحمد إنه البرنامج يعتبر من أحسن وأسهل البرامج المحاسبية جدا سعيدة بهذا الكلام طيب إحنا جاوبنا على جميع الأسئلة والاستفسارات كذا نكون وصلنا إلى نهاية اليوم شكرا لكم والفضوركم إن شاء الله نلقاكم في آخر يوم من أيام لقاء ورشة العمل في الغد بإذن الله على الساعة السابعة وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر